يأتي ذلك فيما يواصل المبعوث الأممي إلى السورياجهده لعقد مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية بينما تستمر الخلافات بين الجانبين حول الفترة الانتقالية نتائج مجهولة تعجز أمامها التوقعات في جولة مفاوضات جينيف الرابعة وافقت المعارضة السورية على المشاركة في الجولة لكن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا لا يحدوه الأمل في تحقيق معجزة خلال جولة الحالية على الرغم من وافقة المعارضة على المشاركة ديمستورا وصف ما يعانيه الشعب السوري بالكابوس ووجه دعوة إلى وفدي النظام والمعارضة طلب فيها بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوصفه مرجعا لمفاوضات جولة الرابعة من أهم النقاط التي يجب الالتزام بها العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رخم 1254 فهو الأساس في الجولة الجديدة من المفاوضات يشير قرار مجلس الأمن إلى ضرورة دخول ممثلي الحكومة والمعارضة في مفاوضات حقيقية والعبور منها إلى انتقال سياسي يقوده السوريون يتضمن تحديدا زمنيا للحكم والانتخابات والدستور ووسط ترقب لما ستسفر عنه لقاءات الوفود المشاركة في محادثات جينيف تبقى العقبة الأبرز في مطالبة المعارضة بهائة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات مع اشتراط رحيل رئيس بشار الأسد في حين يتمسك النظام بأن مصير الرئيس غير قابل للنقاش ومن وجهة نظر المعارضة ثمت عقبات أخرى تحول دون الوصول إلى أي اتفاق سياسي لا بد أن يكون جهد إقليمي وجهد دولي يقوم بوضع حد لتدخلات إيران في المنطقة ورغم كل العقبات التي تواجه الأزمة السورية والتي تقبلها تطلعات وأمال الشعب السوري ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة من جديد الأحداث شكرا